بعدما فتحت سويسرا قبل أشهر تحقيقا في ملف تحويلات مالية بأكثر من 300 مليون دولار بين لبنان والسويسرا يشتبه فيها فرياض سليمي وشقيق هيرجا ومساعدته ماريان خويك بدأ اهتمام العدالة الفرنسية بثروة حاكم مصرف لبنان في أوروبا فقد نشرت وكالة فرانس براس الأحد خبرا مفاده أن النيابة المالية في فرنسا فتحت تحقيقا حول هذا الموضوع بعد الشكويين التي تقدمت بهما منظمة توروبا وثانية جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان في شهر نيسان المنصرم موقف حاكم مصرف لبنان جاء عبر وكيلي في فرنسا ناقب المحامين بيار أوليفيا سيخ الذي أفاد أن الحاكم أمام حملة إعلامية بشكل رئيسي لبل سياسية وقد اتضح ذلك من المصطلحات التي استخدمها المحامي ويليام بوغدو وكيلي المنظمة والجمعية المتقدمتين بالشكويين وهذه العبارات على شاكلات تحقيق ضخم أو تحقيق عالمي يتعلق بشخصية مكروهة قد تبلغ ثروتها ملياري دولار كما أشار محامي سليمي إلى أن شكوى منظمة توروبا تستند بشكل أساسي إلى عمل تحقيقي لمكتب محامات إنجليزي استنتج أنه لا وجود لأي دليل قاطع في حين أن الشكوى التي قدمتها جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان ترتكز إلى تقرير مكتب تحقيق فرنسي يخضع لتحقيق أولي منذ نحو ستة أشهر بتهمة محاولة تحايل على القضاء إثر دعوة تقدم بها سوخ أمام النيابة العامة في ليون باسم رياض سليمي اشتركوا في القناة